الأسباب دياله وش مرتبطة بالسن ولكن أسباب أخرى الوراة مثلا شنية أسباب هذا المرض؟ معلوم السبب الرئيسي والأساسي هو السن هذا المرض يقص خصوصاً الناس اللي السن ديالهم فيت 65 عام مع العلم كينين بعض الناس اللي كي قدروا يتقاصوا في واحد السن مبكر شوية ولكن هذا واحد عدد قليل بزاف من المرض السبب ديال مثلا إذا كان شخص عنده شخص أخر في العائلة مصاب بهذا المرض فعلا عنده تقدر يتصاب بهذا المرض أكثر من الناس أخرى اللي ما عندهمش مرض في العائلة من العوامل السبب بالضبط ديال المرض ألزيميه ما معروفش حاليا ولكن كينين عوامل بحل يقول ناسين والصوابق عائلية وإلى كان المستوى الدراسي الثقافي شوية قليل تهوارة من العوامل إلى كان واحد الشخص عنده مثلا ارتفاع في الضغط الدموي ولا مرض السكري ولا ارتفاع في الدهنيات في الدم الكوليستيرول مثلا يمكن هذا الشيء يكون من الأسباب ديال المرض يخصي الدوام زيان هذه العوامل هادو بش يقدر ينقص العدد ديال الأشخاص اللي مصابين من المرض وخي يعني هذه الأسباب ما كتعنيش هذه عوامل خطر ما كتعنيش أنه أي شخص مثلا متقدم ولا في السن ولا عنده أمراض يقدر يتصاب بالألزايماق فكتور دو ريسك دو ريسك كتزيد من خطر الإصابة تتساهم تتساهم بش يتصاب الإنسان من زيادة على ما قالت الدكتور ابن عباجيل كان المسألة ديال التدخين مسألة مهم كذلك تكلمات على المستوى المتدني في التعليم بالأحراء الأمية كذلك ومعروف بأن في المغرب الأمية منتشرة جد منتشرة خصوصا عند الناس من بقى 60 سنة إحصائيات تتبين بأنه 80% ديال النساء اللي عندهم أكثر من 60 سنة هم أميات هاي معمرهم بدخلوا لمدراسة واش النساء كيتصابوا عود كتر من الرجال في هذا المرض هذا ولا العكس تتصابوا أكثر لنظرة للتدخل بزرعة العوامل تماما لنهم تعيشوا أكثر ولكن تدخل للمسألة ديال الهرمونات كذلك ديال التكوين ديال النساء وكالعامل هذا المشكل ديال في العالم كامل ولو في الدول المتقدمة النساء أقل مستوى ديال التعليم ديالهم أقل من الرجال في الدول المتقدمة النس اللي تزادوه في 30 أو 40 عينات الحاليين ولا معلومة أن النساء تيبسوا المستوى تالي وكالمشكلة ديالنا والمشكلة ديال الأمية اللي تنظرنا هذه الأرقام اللي أعطيتها منضمة ديال الصحة العالمية أخصى نزيد 1 جوجل إلى 3% نظرة لهذا العامل اللي هو من الأعوامل المهمة اللي أخصى في النكانة الواقعية والمحاربة من تيشان مارد في المغرب عملية أخصى نزيد 4% اشتركوا في القناة